أعلنت ميليشيات الحوثي في بيان اسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق محافظة البيضاء وألقى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بيانا جاء فيه أن قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهم عدائية في أجواء محافظة البيضاء وأضاف سريع أن الطائرة تم استهدافها بصاروخ أرض جو محلي صنع اشتركوا في القناة